هسه احنا منقدر نحرك اللاعب لكن بالمقابل ما في اشي حتى اللاعب يعمله فبهذا الفيديو اللي راح نعمله هو انه راح نضيف عملات حتى اللاعب يقدر يجمعها عملات يعني نقاط كوين او المساء ورح نتعرف على اهمية مهارة رياضية في ايجاد التقاطعات بين الاشكال الهندسية طبعا احنا ما راح نعمل الحسابات يونتي راح يعمل الحسابات لكن احنا بهمنا نفهم الفكرة والمبدأ هسه بهذا الفيديو حكينا بدنا نبني عملات حتى اللاعب يقدر يجمعهن هسه اول اشي بدنا نحكي عنه كيف بدنا نبني عملة نذكر احنا حكينا كل اشي عبارة عن كائن فمنطقيا ده نعمل اشي جديد اول اشي بده يكون ده نعمل الكائن فكبسة يمين create empty نتأكد انه الموقع تبعه صفر 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 نعطيه الاسم الصحيح او الاسم المناسب هاي مثلا كوين يعني عملة هسه اللي بدنا نعمله بدنا نفكر ايش هاي العملة بدها تعمل لانه احنا حكينا مجموعات الخصائص هنه بيحددن شو الكائن بده يعمل هاذ كائن فاضي ما بيعمل اي اشي اول اشي بده يكون فيه عنا صورة عشان نقدر نشوفها اذا بدنا نظيف اذا بدنا نظيف sprite renderer فمنكبس على add component ومنكتب sprite بتطلع عنا sprite renderer ومنختارها فيه احتمال انه العملة تكون تتحرك عادي ممكن في لعبتك يعني بدك انت العملة انها بتبعد عن اللاعب واللاعب بده يصيدها بشكل او باخر فمدام فيه عنا حركة اذا فيه عنا فيزي اذا شو بدنا نعمل ننظيف rigid body 2D دايما زي هيك حركة فيزية rigid body طيب بدنا اياها تتفاعل مع اللاعب كيف يعني بدنا اياها تتفاعل مع اللاعب خلينا نشرح هس احنا اللي بدنا اياها انه اللاعب لما يقرب على العملة ياخذها يعني العملة بدنا اياها تختفي وبدنا اللاعب ينحسب له نقطة كيف بدنا نحدد انه اللاعب قرب من العملة ولا لا ال sprite renderer ما بفيدنا لانه مجرد صورة مالوش اي فايدة rigid body بتطبق قوة يعني حركة وفيزية وزي هيك فاذا ايش فيه حل مناسب عنا بده يكون نتخيل يكون فيه حوالين العملة عبارة عن حيز وهمي يعني حيز ما بيصطدم فيه اللاعب حيز ما بخبط فيه اللاعب بس حيز وهمي يعني مش موجود حيز حسابي لما اللاعب يدخل في هذا الحيز الحسابي اللي هو مثلا دائرة شو بصير عنا بصير عنا المطلوب اللي هو انه العملة بده تختفي واللاعب بده ينحسب له نقطة هذا اسمه حيز وهمي حيز حسابي يعني ما فيه تصادمات بس بصير فيه حسابات بس بعرف انه اللاعب دهو نفسه دخل جو حيز وهمي ولا لا بس هذا المطلوب منه وهاي اللي اسمها عملية تقاطع بالرياضيات انه دائرة بتتقاطع مع دائرة مربع بتتقاطع مع مربع مربع بتتقاطع مع دائرة وزي هيك طبعا احنا ما بده نعمل الحسابات هاي كلها يونتي بعمل لنا هاي الحسابات وإحنا مرتحين حسا نرجع على اللعبة نتأكد انه احنا كابسين على كوين اللي هي العملة نذكر احنا شو اللي بدنا حكينا نظيف وحكينا نظيف حيز وهمي ايش فيه عندنا حيز وهمي لحتى نظيفه هصار بجوز تتفاجأوا شوي لكن نيجي مثلا نظيف Circle Collider 2D انتو بتذكروا Circle Collider 2D ايش يعني يعني تصادم اللي هو حيز التصادم يعني حيز فيزيائي خلينا نوريكم هالمثال اول ايش طبعا يعني بدنا نيجي ونظيف صورة احنا اضفنا لسبرايت رندرر بس فيش صورة خلينا نيجي ندور عصورة نكبس على مجموعة الصور اللي إلنا منفتحها وندور عصورة مناسبة لعملة انا شايف هاي الصورة مناسبة لعملة بمسكها وبسحبها بفلتها هون منلاحظ هاي الصورة عنا طلعت نكبس على العملة نيجي نكبس على الأسهم عشان نحركها ونسحب ونحركها هون طبعا بجوز ما تبين عنا مباشرة جوز تبين زي هيك انو بالخلف او مش مبينة كي ايش هاي حلها بسيط بنرفع Order in Layer مجرد تذكير صغير يعني هيك هاي صارت تطلع فوق كل شي ممتاز بدي غير صورة العملة لهاي الصورة بدي أسحب وفلتها هاي منلاحظ صارت في عنا العملة لو نيجي هسا نشغل اللعبة شو اللي راح يصير سقطت العملة وتصادمات نتذكر احنا حكينا ما بدنا يكون في تصادمات احنا حكينا بدو يكون هادا عبارة عن حيز حسابي طبعا لحسن الحظ في طريقة سهلة كثير داخل Unity حتى نحول حيز فيزيائي يعني حيز تصادمات لحيز حسابي اللي هو حيز وهمي اللي هو وظيفته انه بس ينعرف انه اشي دخل فيه ولا لا منيجي على Circle Collider اللي هو الحيز الفيزيائي منحط Is Trigger هيك صار تحول بطل حيز فيزيائي صار حيز حسابي ولاحظوا انه ما اصطدم باي اشي ليش؟ لانه هذا حيز حسابي وهمي زي لك انه مش موجود نيجي نكمل هسا احنا ما بدنا العملة انها توقع فاذا شو الحل منيجي على Dynamic ومنختار Kinematic هيك المفروض انها تصير ما تتحركش نيجي نلاحظ هيها ما تحركت هسا نيجي نحرك اللاعب لعند العملة منلاحظ ولا اشي تغير ليش؟ لانه احنا عملنا الحيز الحسابي بس ما عرفنا اللاعب على الحيز الحسابي اذا اللي احنا بدنا اياه انه هسا نخلي اللاعب هو نفسه يبحث على حدود الوهمية ويتصرف فيها نقاطه ويخفي العملة اذا شو اللي بدنا نعمله بدنا نيجي على الكود اللي احنا كاتبينه بنكبس كبستين على الملف البرمج اللي احنا عملنا تطلع عنا شاشة الكود اللي كتبنا هسا هسا هيك اللاعب ما بعرف اي اشي عن الحدود الوهميات اللي حواليه بدنا اياه يصير يقرأ ويبحث عن اي حد وهمي من حواليه هاي مبيني امر معقد جدا لكن هي فعليا في قمة البساطة كل ما علينا انه نعمل الاقتران التالي اول اشي void يعني ما بيرجع لنا اشي بعدين الاسم on trigger enter 2D بعدين شو بده الاقتران يوخذ بده يوخذ collider وبدنا نسميه visitor وبدنا نسكر القوس وبدنا ننزل لتاحث وبدنا نفتح قوسين عوج وزي هيك بدي امسك هالاقتران واسحبه احطه هون تحت fixed update ما بيفرق المكان طبعا يعني بس للتنظيم انا حطيته هون ممتاز هسه هذا الاقتران هل احنا دنشغله لا هذا الاقتران لحاله زيه زي fixed update وزيه زي update وزيه زي start هذا الاقتران لحاله بيشتغل من unity unity بيشغل هذا لحاله طبعا تنتبهوا اي حرف بنكتب غلط في اسم هذا الاقتران ما رح يشتغل يعني لو هون حطيت التي صغيرة مش رح يشتغل لازم حرف بحرفين كتب هسه بتلاحظوا معاي اسم الاشي اللي بوخذه الاقتران اللي هو visitor ايش يعني visitor يعني الاشي اللي دخل جواته الضيف عليه يعني هسه اللاعب دخل جواته العملة وهو بتحرك دخل جواته الحيز الوهمي تبع العملة وهو بتحرك شو هاي العملة العملة عبارة عن visitor زائر على اللاعب هسه نيجي نعمل print visitor وبنا ندخل نشوف الاشياء اللي جوة visitor احدها اسمه name نيجي نسكر القوس ونحط فاصلة منقوطة ونيجي نعمل file save all نرجع هون نشغل نيجي هسه نحرك اللاعب لاحظوا معاي هاي اللاعب دخل بس وين ما بينتش الكلمة البنيها ليش لنه في عمليات طباعة كثير خلينا نبطل نطبع الاتجاه شو نعمل نحذف هذا السطر نيجي نرجع نرد نشغل نحرك اللاعب هسه لاحظوا معاي ما بينش اشي ليش لانه الظاهر في عندي خطأ انا فاثناء كتابة الاقتران طبعا مش دايما راح يطلع لكم خطأ لكن بهاي الحالة طلع خطأ الخطأ هو كالتالي نيجي هون هون دي ننتبه هون دي يكون اسمها 2D نيجي نعمل file save all نرجع نشغل هسه اللاعب لما يصطدم راح يطلع معنا الاسم اللي هو coin اسم شو اسم هاي ممتاز هسه نفرض احنا في عنا اشياء ثانيات مثلا في عنا اشي غير الكوين نفرض في عنا عدو واذا العدو خبطنا فيه بيموت اللاعب او بنعاد الليفل فاذا لازمنا طريقة لحتى نميز بين لحدود الوهميات اللي على كل كائن الحد الوهمي اللي على تبع coin بدنا نتعامل معه بشكل والحد الوهمي اللي على enemy اللي هو عدو كمان بدنا نتعامل معه بشكل ايش اسهل طريقة لحتى نعملها نيجي نتطلع على اللاعب شوي اللاعب فيه اللاعب فيه مجموعات خصائص كل هن مشتركات عادي ممكن السبرايت رندرار موجود زي ما تشايفين على اكثر من اشي جوه لعبتنا بس فيه اشي بيميز اللاعب اللي إلنا اللي هو مجموعة الخصائص اللي احنا عملناها اللي هي باسم player control هاي مجموعة خصائص خاصة فينا احنا ما راح تكون موجودة الا على اللاعب فمن نفس المبدأ فمن نفس المبدأ منقدر نيجي عالعملة ونعمل ملف نص برمجة جديد خاص فيها ونسميه coin يعني عملة منيجي عالعملة نعمل add component نكتب coin نضافة مجموعة الخصائص طبعة العملة هسا كل ما علينا انه بس احنا نتأكد انه ملف النص البرمجة هاض ما ينحط الا على العملات بس شو دنا نعمل اذا نرجع لللاعب طبعا نمحي امر الطباعة وشو اللي بدنا نعمله هسا بدنا نعرف انه هل هذا الفيزيتور هل هذا الفيزيتور عليه عملة ولا لا هل هذا الفيزيتور عليه عملة ولا لا تذكروا انطبعة كلمة coin انطبعة كلمة coin احنا نعرف انه هذا الكائن هل عليه السكريبت هاي ولا لا مثلا هون عنا على الانمي فيش سكريبت coin بس هون في عنا سكريبت coin نعرف انه في عليه سكريبت coin ولا لا كيف نعمل هاي الحركة بسيطة اول اشي خلينا نعمل علبة من نوع coin شو بدي اسميها مثلا سي بدي أسميها Visitor C يعني إنه Visitor Coin العملة اللي على ال Visitor شو بدها تكون بدنا نعبيها نتذكر لازم تتعبه كيف بتعبن طلعوا معاي لما بدنا نعبي مجموعة خصائص منعبيها بهذا الشكل على شكل Get Component فهي بدي أعمل هنا Copy تحت Based ممتاز بس هون في عنا خط أحمر ليش؟ لأنه إحنا بنحاول نعبي علبة Coin بنحاول نعبيها في Rigid Body 2D لأ طبعا إحنا بنعبيها في Coin العلبة من نوع Coin بدنا نعبيها في مجموعة خصائص Coin واضحة جدا ممتاز هس هيك صارت في عنا العلبة كيف ممكن نتأكد إنه العلبة موجودة ولا لا؟ بدنا نعرف إذا العلبة موجودة ولا لا إذا موجودة بدنا نخفي العملة لاحظوا معاي أنا حكيت كلمة إذا لما أحكي كلمة إذا يعني جملة شرطية جملة شرطية يعني فنحط فنفتح القوس Visitor C يعني إنه العلبة هاي اللي المفروض يكون جواتها Coin تذكروا معاي حكيت أنا شو؟ حكيت عندي كلمة null null تعني خطأ null تعني إنه العلبة فاضية فشو بنا نحكي؟ إذا Visitor C لا يساوي null إذا العلبة هاي مش null يعني مش فاضية يعني فيها إشي فإذا شو دنا نعمل؟ بدنا destroy visitor C dot game object ومنسكر القوس component get component إيش يعني هاي؟ يعني أنا بحكي script اللاعب إنت يا script اللاعب من الكائن اللي أنت موجود عليه وين script اللاعب؟ هاي هاي من الكائن اللي أنت موجود عليه دور لي على Coin آها لاحظوا هاي الخطأ اللي عندنا إحنا ما بدنا ندور على ال Coin هنا إحنا ندور عليها على الزائر اللي هو ال Visitor اللي هو هاي ال Coin أو ال Enemy إذن شو اللي بدنا نعمله؟ بسيطة الشغلة نرجع هنا نيجي نعمل مسافة ونرجع لورا شو بدنا إحنا؟ بدنا ندور على ال Coin جوه ال Visitor فمنحط Visitor نقطة نقطة اللي هي عنصر الدخول بعدين Get Component يعني يعني على ال Visitor هاض اللي هو قبل شوي طبعا اسمه كان Coin بدنا نحاول نعبي العلبة هاي بدنا نحاول نعبي العلبة هاي من ال Visitor بدنا نعبي العلبة هاي من ال Visitor مش بدنا نعبيها من نفسنا فإذا نيجي نشغل هسا هاي مش رح تختفي لكن هاي اختفت ممتاز هس شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نحسب نقاط لللاعب النقاط واضحات عبارة عن رقم اللاعب نقاطه خمسة نقاطه عشر نقاطه ثلاث شو اللي بدنا نعمله إذن؟ بدنا نعمل رقم معناته integer معناته int int يعني علبة بتتحمل رقم بس رقم صحيح وزي ما اتفقنا إحنا إذا إحنا ما منعبي العلبة من خلال الشاشة هون فلازم منعبيها داخل start نيجي هون نكتب score تساوي صفر هاي عبناها في بداية اللعبة بدها تكون نقاط اللاعب صفر طيب لما اللاعب يدخل لما اللاعب يدخل جوه عملة شو بنعمل إحنا حاليا؟ مندمر العملة قبل لندمر العملة شو دنا نعمل؟ بدنا نزيد نقاط اللاعب score تساوي شو حكينا كانت بالأول؟ إذن score تساوي score زائد 1 طيب لو كانت عندنا score لو بلشنا مثلا من score ثلاثة مثلا في بداية الليفل كان عنده اللاعب ثلاث نقاط شو رح تصير عندنا؟ score اللي هو العلبة العلبة اللي اسمها score بدها تصير ثلاث اللي هي القيمة هاي زائد واحد فشو دها تصير؟ أربعة ثاني مرة منرد ندخل على هذا الاقتران شو دها تصير؟ أربعة زائد واحد دها تصير خمسة لكن طبعا إحنا ننبلش من الصفر وطبعا يعني بعد ما إحنا نأخذ مقطة شو بدنا نعمل؟ بدنا نطبع النقاط اللي معنا فهاي print score سكر القوس نرجع هون نشغل نطلع شاشة المخرجات نروح هون لحظوا معاي هي صارت عندنا هون واحد لحظوا معاي هين دخلت جوها هاي لكن ما زاد النش نقاطي ممتاز هسا نيجي بدناش نعمل إحنا كوين واحدة عملة واحدة فرضا بدنا نعمل عشرين عملة أول شي بدي أعمله طبعا بدي أحذف الأنمي اللي هو العدو ونيجي هون نحكي بدي أعمل عشرين عملة شو بدي أعمل؟ على كل عملة بدي أعملها بدي أاجي create empty وأعيد نفس الخطوات sprite renderer وحط الصورة وكل هذا الحكي فعليا لا فيه طبعا لا ما بدنا نعيد كل هذا الحكي فإذن شو فيه إشي حلو يونتي عملو لنا يا يونتي عملو لنا إشي اسمه prefab إيش يعني prefab؟ prefab بتقدروا تفكروا فيه زي خطة عمل هسه إحنا هاي عنا خطة عمل يعني خطوات عمل أول إشي منضيف لسبرايت renderer بعدين ال rigid body وزي هيك فهاي عبارة عن خطة عمل يونتي لprefab اللي إلهم عبارة عن حفظ لخطة العمل هاي عشان إحنا ما نضطر نظل نكرر فيها فشو بنعمل؟ منيجي منيجي منكبس على الكائن اللي هو عملة ومنسحبه ومنفلته هون لاحظوا معاي طلعي عندي ملف جديد اسمه coin ولاحظوا معاي تتحول هون اللون لأزرق هيك يعني هاي صارت عبارة عن عبارة عن خطة عمل اسمها prefab طيب كيف هاي بتفيدنا؟ هاي بتفيدنا بإنه منيجي درنيجي نسحب هاي نسحب هاي نسحب زي هيك لاحظوا معاي هاي صار عندي أربع عملات بأخذ كل وحدة وطلعوا طبعا النقاط بزيد فرضا بدي أغير ألوانهن كلهن حاليا راح أطر آجي أغير لون الأولى بعدين آجي وغير لون الثانية لكن احنا بناش هذا الحكي ننغير لونهن كلهن مرة واحدة شو بسوي بكبس كبستين على العملة بتأكد أني مضللها بعدين باجي على color بكبس عليها وهون بغير اللون مثلا بدي اللون يصير أحمر شوفي عندي هون عندي خيار اسمه auto save و save إذا الصح موجود بتكون save مش موجودة فحفظ التغييرات لحاله إذا الصح مش موجود إنت نفسك لازم تكبس على save فبتفرقش كثير طبعا نتبهوا هاي خلصنا وغيرنا اللون شو منعمل بنيجي هون نطلع هون اسم مكتوب عنا coin في عنا زي سهم صغير منكبس عليه منرجع لورا هيرجعنا للمشهد اللي إلنا ولاحظوا كل إشي أحمر ممتاز هس فرضا بدي أغير لون واحدة منهن مش لون هن كلهن شو بسوي بتأكدني أنا موجود في المشهد مش جوة الخطة اللي إلنا لأن الخطة اللي إلنا اللي هي البريفاب هايها هون بكون مكتوب عنا اسم الخطة لكن إحنا بدنا على المشهد عند المشهد منيجي منكبس على الكائن اللي بدنا نغيره منروح الخاصية منسحب هيغيرنا اللون ممتاز أنا اللون الأحمر مش عاجبني فبدي أغير اللون الأحمر أخضر على رمادي شوي وهيك بكون صار في عنا أدوات جديدة كثير بتساعدنا على بناء مستوياتنا بدون لحتى تكرروا نفسكم فالعملة بتبنيها مرة واحدة بعدين بتحولها لخطة اللي هي بريفاب بعدين بتصير تنسخ فيها بس بسيطة جدا يعني وهذا كل إشي بالنسبة لهذا الفيديو وبحال أعجبك اللي شايفه بتقدر تدعمني بشكل مباشر على صفحة البيتريون تبعتي أو بشكل غير مباشر من خلال إنك تشارك الفيديو مع أصدقائك وتتابعني على صفحة الفيسبوك